بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين مرحبا بكم في مطبخكم مطبخ الأمل اليوم نقدم عباضياتنا هات الحرشة بكتجي ملحة فقط بزلفة دي السميدة كتحصلوا على كمية لا بأس بها في وقت واجيز وبلدة لا تقاون تمنى أنكم تجربوها ودنا الإعجاب ديلكم ودبا نخليكم مع المقادير والطريقة إذن على بركة الله بسم الله غادي نحتاجوا لهنا زلافة دي السميدة المتوسطة من نوعية من طبيع الحال تكون جيدة سميدة باش كنقدو الحرشة أو البغرير زلافة دي السميدة منتوسطة غادي نضيفوا عليها زلافة دي السميد الناعم أو الفينو كي يجي يعني على هات الشكل تيكون رتب شوية لها أغلبية كي يعرف فقط تكون نوعية جيدة إذن عندي هنا في المجموع جوج زلافة دي السميدة المتوسطة وزلافة دي السميدة الناعم كنضيف كمية من الملح اللي كتبقى على حسابية الدوق لا تنسفش أنا باقي نزيده الزيتون والفرماج كذلك نضيف سشية من الخميرة الحلوة من فئة 8 جرام وغادي نضيف ملعقة دي السكر حبيبات وكتبقى اختيارية من طبيعة الحي يمكن لكم تستغنى وعليها صافي كان خلطت النواشف مع بعضياتها نضمنه أنه هذيك الخميرة والملح وكذلك السكر يعني تخلطت مزيلا مع السميدة من الأحسن أغرب له الخميرة أنا ما غربلتاش هنا بقى لديك الحبيبات ولكن سنرمل ساميد من بعد بيت دي هنايا غادي نضيف كمية من الزيت كيبقى لكم اختيان طيب الحال زيت المائدة ولا زيت الزيتون هنا نضرت زيت الزيتون تقريبا نصف كأس ديال زيت اللي انتم ما اختاريتو غادي نحاول الرمل مزيان بليد ديالي أرمل هاد الزيت حتى تلبس لي يعني الساميد يلي تلبس كله حبيبات الساميد كلهم يتلبسو بهاد الزيت كيبقى لكم طبع الحال اختياري إما زيت الزيتون أول زيت المائدة صافي من بعد ما كان ضمن أنها تلبسات كاملة غادي نقص واح لكمية منها اللي هي فاش غادي نقرس أولا غادي نفند الحرشة ديالتي هذا هو السر باش كتجينا لقي الحرشة من بره كيجي واحد القرمشة رائعة ومنطر كذلك رائع جانبا غادي ندير واح لكمية من الخميرة الخاصة بالخبز نحطها جانبا نضيف لها الماء نخليها باش الدوب وغادي نضيف كيمية من الزعتر هات الحرشات كيجيوا أكتر من رائعين بنسبة بالنسبة عفوا ديال الزعتر وزيتون الأسود وكيبقى من طبيعة الحال ما تبقى إضافات اختيارية إذا كنا ناخد كيمية من الزعتر كنا نحكى بني ديالك تبقى الكيمية على حسابة الرغبة أنا كيحمقني الماضاقة ديال الزعتر مع الزعتر الأسود مع زيت الزيتون كنا ندير كيمية كما شفته لبأس بها طفي كنا نحكوها كابين السبعي وكنزول طبيع الحال أي عود شفناه كين في الزعتر كذلك عندي هنا كيمية من الزيتون الأسود أنا أخذتها كمقطع بقي لنقطع طريفات صغارين سوف نخلطو هاد العناصر مبعضيتها باش نضمنو أنه السميد كلو في الزعتر سوف يلات الشكل إذا من بعد كنناخدو الخميرة ديالتنا راها دابت وكننضيفها الخليط ديالي وكنتبقى من طبيعة الحال الكيمية ديال الخميرة على حسابيس الجو فقط ما تكتروش بزف باش ما يجوناش الحرشات الجو نارطبين بزف يجونا بحال الخبز هنا كننضيف الماء اللي دافي شوية او للماجي الرؤفي لكن الجو سخون فقط الماء العادي بلا ما يكون دافي خلطو فقط بالأصابع مد الكوش ضروري هاد الخطوة مد الكوش فيها باش يجيكم الحرشات الجيتكم مرملة سوف نضيف الزيتون كيف مشتو نقطاتو بالموس طريفات صغارين ممكن لكم تخليو كيبقى اختياري من طبيعة الحال خلطو فقط كذلك بالأصابع وغادي نخليه جانبا باش تشرب كيف مشتو هاديرا تشربت كتجلو الخليط خفيفة شوية يعني جاري شوية وكتخليو جانبا راكتشرب من طبيعة الحال السميد السميدة والفينو كيشربوا الماء هاد خطوة اختياري من طبيعة الحال يمكن لكم تضيفوه على هذا الشكل كيف ما يمكن لكم يعني حتى تكووروا تشكلوا كويرات من الخليط وديروا وسطو الفرماج عادة باش تعودوا تكووروا انا كنفضل هكا وكيبقى من طبيعة الحال كل واحد وكيبغي الحريشات تدعلو مهمرا كييجو رائعا في المدق يمكن لكم ديروا فقط الزيتون ووزعتر بوخذيتهم بالنسبة للفرماج رأي نوع دي الفرماج يمكن لكم تستعملو يمكن لكم ديروا حتاج جبل البلدي حتى هو كيجيزوين اذا بالنسبة لكي نشكل عندي هات السيغكل متواجد في الاسواق كيجيبوهم تهما مقادل حريشات ويمكن لكم تخدمو فقط باي غلاقة دي البواطة عندكم كيبقى الحجم اللي بغيتو انتوما انا غادي نستعمل معكم البواطة اللي هي اغلبية متوفرة يعني في جميع البويوت حتى هذا السيغكل هو كيجيزوين ولكن الغلاقة لها تقضي الغراض اذا كان شكلك ويراتس يبقى الحجم اللي حسبية السمك لكي بغيتوها انتم ما تدروها شغلية بزاف لا تدروها شرقيقة كان فندها في تاك الخالي دي السميدة اللي انقصت وكان ديرها في الغلاقة البواطة كان نقرسها مزيان انتم ما ما تدروها شفيد ديكم خبطوها مباشرة قلبوها مباشرة في المقلع ديتكم انا فقط هنا بغيت نوريكم صافي كان فندو نعمل معكم واحدة باش تشوفوا ورها سهلة وسريعة فوق سواجيس كتلقى ورسكم طيبتو كيمية كثيرة على هذا الشكل كان نحاولو نقرسوها مزيان وكان قلبوها في المقلع كتجي مقادة بحلا سيبتوها بسيركل هكيا كيف ما شفتو كتقلبوها مباشرة في المقلع انا فقط قلبوها فوق يدي باش نوريكم ولكن قلبوها مباشرة فوق المقلع راه كتجي مقادة اي بواطة واي حجم كتتتعملوا اللي بغيتونتوما لحسابية الرغبة يمكن لكم تديرو صغيرين لهكا يمكن لكم تديرو اكبر منهكا ويمكن لكم تديروها من طبيعة الحال بحجم عائلي سفي هكا كنديرو العافيتكم متوسطى وكمدو نحركو ونقلبو الحريشات دينا كتتحركوهم مرا مرا كتدوروهم بيديكم باش يجيدك اللون موحد محمر في الجوانب كامل كما تشوفوها من بعد ما طابوها لمشي الكيمياء كلها اللي حصلت عليها فيما كتشوفو راه ساهلين بساطين سريعين تحضيروا كي يجيوا لدادين رطب وفي نفس الوقت مرملين من الداخل نتمنى انكم تجربوه من الاعجاب لانهم فعلا يستحقوا جريبة حريشات فرديين مقادير بسيطة ومنك هذه الزعتر وزيتون الاسود وجدوا القطة ووليدتكم وفرحوهم نتمنى انكم تجربوه من الاعجاب لكم ودمتم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة